السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيرين عبدالوهاب تواصل تصدر التريند جوه مصر واعترفت بمحاولاتها للانتحار ونضال الأحمدية عندي معلومات سرية عن شيرين عبدالوهاب أصعب من اللي تذكر في وسائل الإعلام وخبير لغة الجسد يوضع حقيقة تصرفات شيرين الغريبة وعمر أديب يعلن قلقه شديد عليها بس يا ريت قبل ما نبدأ تشجعونا بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد عشان نقدر نكمل ونستمر خفايا صادمة وراء ظهور شيرين صلعاء على الزيرو أطلت النجمة شيرين عبدالوهاب على جمهورها للمرة الأولى بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب وداخلها الحفلة في مدينة أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان أم الأمارات وصدمت شيرين الجمهور باللوك الجديد وتخلت عن شعرها بالكامل في وسط دهشة شديدة من الناس اللي حضروا حفلتها وعند صعادها المسرح رحبت بعشاكها وقالت انها رجعت لهم من جديد وهزرت معاهم وقالت لهم بقيت سنجل وسط تسقيف وتفعل الجمهور مضيفة هل تقبلوني بشكلي أنا دلوقتي فقط ولبست فستان لامع زهب اللون وتكلمت عن قصة شعرها وقالت شيرين انها بتتحدى الفنانة أصالة انها تحلق شعرها بالشكل ده كما ركست وتميلت مع أغنياتها وأشعلت المسرح وتداول رواد تويتر هاشتاج شيرين في أبو ظبي وكانت شيرين أكدت أخبار في صلاة من حسام حبيب مشيرة إلى أن الطلاق وقع بالفعل وأن أسبابه تخصها وحدها وما فيش ده للدخول في تفاصيل حياتها الشخصية وجاءت تصريحات شيرين عن فترة زوجة من حسام حبيب حسام حبيب دلوقت أمه وأنا مش عايزة ولد ابن أمه عايزة راجل يحتويني أنا مش عايزة أتكلم عنه تاني لأنه أخذ أكتر من حجمه مش عايزة أغلط فيه كنت عايزة احتفظ بالبوايدات وعمل عيلة معاه لكنه ضيع لي تعب شهور قلت له مش عايزة أتجوز ولد علشان هبقى في علاقة ماما وأنا عايزة أكون سندريلا برنسيسا ولا مرة عشت كحبيبة صعب قوي اللي أنا فيه تعبت قوي في العلاقة دي قالت الإعلامية لبنانية النضال الأحمدية إن عندها معلومات سرية جدا مش ممكن تكشف عنها الوسائل الإعلام مشيرة إن المعلومات اللي عندها أصعب من اللي تذكر في وسائل الإعلام طول الفترة اللي فاتت وهو اللي خلها تبعت انزار لحسام حبيب بأنه لما بعتش عن شيرين عبدالوهاب نهائيا هيكون مصير السجن على حد قولها وأكدت شيرين عبدالوهاب خلال مدخلاتها التلفونية مع الأحمدية إنها مش بتلبس قناعة في حواراتها الفنية خاصة إنها إنسانة صريحة جدا في كل حواراتها وأشرت إن كل اللي بتنشر عن مفاوضات للعودة لحسام حبيب مش صح زي ما نشرت بعض مواقع الإلكترونية خاصة إن طلقتها ما رسميا ولا راجع فيه وكل اللي اتنشر على الانستجرام عن ملكة الرماسية ده كلام سخيف وأخص بجد وكلمة أخص دي معناها جبير قوي هيفام الناس وجاء كلام نضال الأحمدية بناء على ما ظهرت به شيرين عبدالوهاب حليقت الشعر فيه حفلتها بالإمارات اللي صدمت الجمهور وهي من غير شعر كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب إن رد حسام حبيب على شائعة انفصالهما سابقا كان في الأصل رد والدته ووصفته بأنه ابن أمه وخلال الجزء الثاني من حوارها مع العالمية اللبنانية نضال الأحمدية قالت شيرين عبدالوهاب حسام حبيب دلوعة أمه وأنا مش عايزة ولد ابن أمه عايزة راجل يحتويني وأنا مش عايزة أتكلم عنه تاني لأنه أخذ أكتر من حجمه مش عايزة أغلط فيه وأضافت شيرين عبدالوهاب حسام خلاص ما بقاش موجود في حياتي علشان اتكلم عنه دل حيلة دلوعة اللي عايز كلمته بسموعة مستعينة بكلمات أغنياتها الجديدة الأم ماص وأشارت شيرين عبدالوهاب أنها تجوزت حسام حبيب من غير ما تعيش معها قصة حب لأنها إرادة الله وأضافت قلت له مش عايزة تجوز ولد علشان أنها بقى في علاقة ماما وأنا زيقت من دور ماما عايزة أكون سندريلا برنسيزا ولا مرة عشت كحبيبة وأنا رديد بس للأسف ردينا بالهم والهم مش راضي بينا ولا بحياتي راجل الديني أكتر مدت له كانت شيرين خطفت الأنظار في الحفل بظهورها وهي حليقة الشعر مما شغل الجمهور إذا كان بيتمر بظروف نفسية صعبة بعد طلقها ولا مجرد نيولوك وخرجت بعدها شائعات بتأكد أنها تعرضت الضرب وتعنيف على يد طلقها وهو الأصلها شعرها ولكنها نفت الأخبار دي وقالت أنه قررها وكانت شيرين صرحت فيه لقاء خاص مع الإعلامية نضال الأحمدية قالت أنا دلوقتي فري ولكن حسام كان بيغير عليا جدا ولكني دلوقتي استمتع بحيات الحرية ومش ندمان على اللي ضع مني أو فتني فأنا أبني شيرين جديدة غير محتلة وغير مستعبدة وروت شيرين أنها شافت في منامها لبنان وهو ينهض من جديد وقالت دعوني أعطي الأمل للناس في عز جروحي وأشارت أنها تتابع عند عدد من الأطباء النفسيين مشيرة إلى همية الطبيب النفسي زي طبيب النساء والبطنة والجلدية بعد ظهورها حليقة الرأس عمر أديبي وجه رسالة لشيرين عبدالوهاب وجه لإعلامي عمر أديب رسالة لفنانة شيرين عبدالوهاب بعد ظهورها في أول حفلة لها في الإمارات بعد طلقها من حساب حبيب وهي حليقة الشعر وأعرب عمر أديب في برنامج الحكاية اللي بتعرض على MBC مساء يوم الجمع قاله قوى الشديد على شيرين عبدالوهاب وقال شيرين بتعاقب نفسها الستة لما بتعمل كده بتبقى مش عايزة حد يشوفها لكن دي عملت كده ونزلت في أول حفلة لها والناس كلها بتتكلم وتسأل إيه اللي حصل ووجه رسالة لشيرين وقال يا شيريني حبيبتي مليون ست بتطلق كل يوم إيه المشكلة يعني؟ وأضاف طبعا هيقالت للجمهور بتاحها أنا كويسة ما تقلقوش علي وقال بس أنا قال آن المنظر مقلق المنظر غريب وتابع شيرين قالت على فكرة أصالة مش هتقدر تغلبني وأضاف أصالة برضو قصت شعرها لكنها ما قصتوش كده وجدد رسالته لشيرين وقال إيه المشكلة إن داز بتتجاوز وتتطلق وختمها قائلا شيرين قالت أنا مليش غير عيالي وفني وجمهوري شيرين دي صروة وفيه أكتر من تفسير تدفع أي شخص أنه يغير فجأة في شكله فممكن يكون دليل على مشاكل اللي بتحاصر الشخص ده على الصعيد النفسي زي تقالب المزاج أو الرغبة في الانتقام من الأشخاص ولكن للأسف الانتقام ده بتواجه إلى الذات وتابع استشاري علم النفس قائلا ممكن يكون فيه رغبة منها في لفة الأنظار أو تعبير عن الغضب كلها عن أعكسات للصدمة اللي تعرضت لها ورد فعل غير متاز انتجاهها وأضافة إن شيرين ممكن تكون بتسعة إنها تثبت إنها ستة جميلة حتى لو من غير شعرها لكنها أقدمت على الخطوة بتلقائية شديدة ينقصها الزكاية الاجتماعية وفيه ناس فاكرة إن شيرين ممكن تكون مصابة بالاكتئاب وده اللي دفعها إنها تعمل كده بس دكتور إبراهيم مجدي نفق كلام ده وقال إن الشخص المصاب بالاكتئاب مريضة اكتئاب ولكنها تحتت أسير صدمة تواصل فنانة شيرين عبدالوهاب تصدرها للترند داخل مصر وخاصة بعد تصريحتها الأخيرة مع نضالة الأحمدية اللي أكدت فيها محاولتها للانتحار أكثر من مرة وجاء ذلك بعد ظهور شيرين بقصة شعر مختلفة في حفلها الأول بعد الانفصال في الأمارات وهو الأمر الذي أصار جدل كبير على السوشيال ميديا وانكسم الجمهور بين الحزين على الوضع اللي وصلت له شيرين وبين الناقد ليها لأنها بتظهر ضعفها بسبب راجل قالت رانا واحدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أبدأ صفحة دي ده بأفكاري باختياراتي بخروجي بخبرة من التجربة مش أمسك مكنة وأحلق شعري زي ما سوت شيرين زلبطة ويوجه أحمد رجب رسالة لشيرين قائلا عايزة أقول وكل يقول معايا من فضلكم لشيرين محدش ما بيغلطش وكلنا بنغلط ومحدش كامل أيوة كلنا زعنا واتضيقنا على غيابك الفترة اللي فاتت لكن مقدرين جدا اللي كنت فيه ومقدرين شعورك تجاه اللي كان جوزك وإنك كنت عايزة تحافظي على البيت مقدرينك ومقدرين إمتك في كل وقت وبينحبك ومستنينك ويوضح علي الرابعي أن ظهور شيرين بكسة شعرها المختلفة دليل على قوتها وصلبتها قائلا شيرين بتبعط رسالة وبتقول ليس لدي شيء الأخسر وأتوقف عليه وعز ما أأملك جمالي أو شعري وقد تخليت عنه لأثبت قوة روحي وصلبتها لأبدأ من جديد دون التوقف عن منعطف من منعطفات الحياة وتنتقد نونة شيرين وقالت للأسف شيرين أوضحت للعالم مدى ضعفها ومزورها بهذا الشكل وتقول إحدى نشاطاء تويتر مرة زعت على الحالة اللي وصلت له شيرين لكن بالعكس اللي صار يقويها وينكسر القلب الفترة وبعدها يرجع عقوة مما كان عليه علشان كده دايما نقول لا ترفعون سقف التواقعات بالعلاقات والأشخاص لأنه بعد ما تنخزل تتدمر نفسياتكم خبير لغة الجسد عن شيرين عبدالوهاب ضحت بشعرها عشان تكسب الجمهور وتصرفها منتهى الزكاية قال خبير لغة الجسد أنه بعد مرور عدة سنوات كانت شيرين عبدالوهاب طول الوقت بترد على جمهورها بأنها بتعيش حياة عائلية سوية ومتزنة إلا أن فعلها الأخير يوضح أنها خسرت كتير في العلاقة دي وده اللي دفعها بعد انفصلها من حسام حبيب أن ترد بمثل هذا الفعل الغريب على أي أنسة وتابع أن حلاقة الشعر بالنسبة للأنسة أمر مش سهل لأنه تاجه وزنتها عشان كده وقت قرار الحلاقة بالشكل ده فهو نابع من كونها تشعر بالخجل لما كان بتستعرضه طول فترة ارتباطها فهي محاولة منها اللي كسب سكة الجمهور من أول وجديد وتابع أنه بالرغم من تعبها النفس الشديد اللي كان واضح من لغة جسدها إلا أن فعلها كان في منتهى الزكاء عشان تكسب أكبر دعم لها بعد تأكد الجمهور أنها كانت بتمثل السعادة في الفترة الأخيرة كما أوضح خبيل لغة الجسد أن فعلها ده بيعتبر بمثابة اعتزال لجمهورها ومحاولة منها لإرداءهم من جديد